أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت لحين عودة تشغيل معبر رفع وأشار المصدر إلى أن الأجهزة المعنية المصرية نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة لإدخال 2272 شاحنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وأضاف أن مصر تؤكد مجدداً رضها لأي تشغيل لمعبر رفع في وجود الاحتلال الإسرائيلي عليه